بيقول لي إذا كان سين زائد اثنين صاد زائد ثلاثة عين بتساوي خمسة طبعا دي معادلة مستوى وثلاثة سين زائد ثلاثة صاد زائد عين بتساوي تسعة ده معادلة مستوى تاني قبل ما نكمل السؤال متجه العمودي على المستوى الأولان اللي هو معامل سين ومعامل صاد ومعامل عين اللي هو واحد واثنين وثلاثة والمتجه العمودي على المستوى التاني معامل سين ومعامل صاد ومعامل عين اللي هو ثلاثة وثلاثة وواحد طب هو عايز إيمن المستويين دول بيقول لي معادلتي مستويين في الفراغ فإن معادلة المستوى عايزنا أنا بقى أجيب معادلة مستوى طب ما إحنا عارفين إن أنا علشان أجيب معادلة مستوى لازم يكون توفر عندي نقطة بطاقة على المستوى ده وكمان متجه عمودي عليه اللي هو النوم يبقى هو عاطيني معادلة مستويين وعايزنا أنا أجيب معادلة مستوى معادلة المستوى فإن معادلة المستوى ألمار بالنقطة يبقى هو عاطينا النقطة سالب واحد وثلاثة واثنين عموديا على كل من المستويين يعني المستوى المطلوب عمودي على المستويين الأول والثاني اللي هو عاطهم لي طيب هل كلمة عمودين على المستويين دي هتديني النون؟ آه هتديني المتجه العمودي اللي أنا عايزه للمستوى الثالث؟ آه يبقى المستوى المطلوب معلوم عليه نقطة لسه ناقص نجيب المتجه العمودي طب هنجيب المتجه العمودي إزاي اللي هو النون؟ قال لي طالما المستوى المطلوب عمودي على كل من المستويين الأول والثاني يبقى أنا علشان أجيب المتجه العمودي هضرب نون واحد ضرب اتجاه نون اثنين فيديني المتجه العمودي اللي هو عمودي على المستوى المطلوب هو طبعاً أعطينا اختيارات هل المستوى ده 3 سين زائد 6 صاد زائد 3 عين 49 ولا ره ضرب قياسي 3 و 6 و 3 9 صفر ولا سالب 7 سين زائد 8 صاد مقص 3 عين مقص 25 صفر ولا ره ضرب قياسي 3 و 3 و 1 9 و 4 طبعاً دي بتساوي 7 طيب تعالوا مع بعض نشوف هنجيب معادلات المستوى ازاي احنا متفقين مع بعض ان انا علشان اجيب معادلة المستوى لازم يكون متوفر عندي نقطة وهو فعلاً عاطينا نقطة ولازم يكون متوفر عندي متجه عمودي برمز برمز نون طب انا اجيب بقى المتجه العمودي ده ازاي متجه لتجاه العمودي على المستوى المطلوب قال لي هنجيب نون واحد ونضربها ضرب تجاهي نون اثنين تدينا المتجه العمودي نون واحد احنا قلنا واحد اثنين تلاتة ونون اثنين تلاتة وتلاتة واحد الضرب الاتجاه جماعة في اتجاه السين لو شلنا صفاة وعمودة هيبقى اثنين في واحد باثنين ناقص تسعة فيدينا سالب سبعة في اتجاه السين وكذلك في اتجاه سالب صاد واحد ناقص تلاتة او ناقص تسعة يدينا سالب ثمانية وفي سالب يبقى مجاب تمانية في اتجاه صاد في اتجاه العين ثلاثة ناقص ستة يبقى سالب ثلاثة في اتجاه عين وبالتالي المتجه العمودي اللي انا عايزه سالب سبعة وتمانية وسالب ثلاثة طيب خلاص النقطة معلومة والمتجه العمودي معلوم اقدر اجيب معادلة المستوى ريه ضرب نون بتساوي النقطة اللي اعطهلنا اللي سالب واحد تلاتة واثنين ضرب قياسي نون يبقى ريه ضرب قياسي المتجه العمودي بتساوي متجه موضع النقطة ضرب قياسي المتجه العمودي تعالوا ما نبدأ نفك يبقى سالب سبعة سين ماهي الره ده تعتبر نقطة عامة اللي هي مكونة من سين وصاد وعين يبقى عندنا سالب سبعة سين زائد تمانية صاد ناقص ثلاثة عين والضرب القياسي سالب واحد ضرب سالب سبعة بيسوي سبعة تلاتة مضروبة في تمانية باربعة وعشرين واثنين في سالب تلاتة بسالب ستة وبالتالي هيطلع الناتج بخمسة وعشرين هنودي هناك بالمعكوس الجامعي فتبقى معادلة المستوى سالب سبعة في اتجاه سين زائد تمانية في اتجاه صاد ناقص ثلاثة في اتجاه عين ناقص خمسة عشرين سوصف وده الاختيار جيم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة